اللهم صلي وسلم وبارك على افضل مرسلين وحشتوني جدا 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 احلى اصدقاء في يوميات لارا العسولة عندنا النهاردة في فيديو جديد من وصفات سلايم بمكونات موجودة في كل بيت وسهلة جدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما وعدتكم ان وصفة النهاردة سهلة جدا بمكونات موجودة في كل بيت اول حاجة عندنا مناعم الملابس مناعم الملابس ده لازم يكون من اي نوع يا جماعة مش ضروري من دوني بس اللي هو بيدي ريحة عطرة ده يعني انا جايب الكيس ده حوالي بيجنيه فانا طبعا اخدت منه حوالي نص معلقة صغيرة من دوني اللي هو مناعم الملابس ده بجد ريحته فضيعة وغير كده هيديني سلايم بمكونات طبيعية وفي نفس الوقت ريحته فضيعة وهيديني سلايم مط وناعم جدا فالصراحة هيدي للسلايم بتاعي حتى للسلايم بيدي نعومة وبيبقى تحفة تمام؟ طبعا وصفة النهاردة بدون غيرة بدون سمخ بدون مصق بمكونات سهلة جدا تاني حاجة حطينا عليها معلقة من المية ليه؟ عشان تساعد نص معلقة الدوني او مناعم الملابس اللي احنا ضفناه عايزين ندوبه فإيه اللي يخدينا ندوبه؟ المية فزودنا معلقة من المية ودوبنا الدوني ده كويس جدا لو عايزين تكتفوا يا جماعة بانه يكون لونه لبني فاتح كده بالمنظر ده عادي ما تضفلوش اي ملون لكن لو عندكم مثلا حاجة زي ظهرة الغسيل او لون ازرق او الوان مية او الوان في المصدر ممكن ينفع تضفوها عشان تديكم لون زاهي بالمنظر اللي انتو شايفينه ده يعني انا ضفت لون ازرق بس بمجرد ان انا عايزة اديله بس اللون زاهي في الكاميرا طبعا عشان الفلاش بتاع الكاميرا بيدي درجات فتحة جدا فانا حابة اغمقه بس باللون الزرق عشان التصوير لكن لو انا هعمله عادي في البيت عادي ما فيش اي مشكلة ممكن نعمله باللون الدوني ونكتفي باللون الدوني الفاتح ده لو مش عايزينه يبقى ازرق كده لو عندكم ظهر دغسيل كمان هيبقى لونه حلو جدا او لون في المصدر ممكن ينجسبوه في المية مثلا خمس ثواني هيطلع اللون بتاعه او الوان مية او اللي هو الاي شادو لون ازرق هيبقى تحفة بس مع التقليب هتقلبه بس انكم بس اللون يمتازج كويس بعد كده ضفنا ايه ضفنا الدقيق الدقيق اللي هو الطحين ودي مسمى تاني اسمه الفرينا تمام انا ضفت حوالي معلقة صغيرة من الدقيق ولازم ادوب كويس جدا ومش قادر اقول لكم على الريحة تحفة الريحة جمدة قوي ريحة الدوني بتديني انتعاج غريب جدا مع التقليب عمالة انا ايه متمزجة اوي بالريحة فاضيع تمام انا اهم حاجة ان انا لازم اعجن مع علاقة الدقيق انا ضفتها اعجنها مع المكونات بحيث ان كلها تمتزج مع بعض امتزاج كويس جدا زي ما انتو شايفين انا بحاول امزجه كويس جدا بحيث ان انا بدخل الدقيق مع الدوني مع المية مع الملون فكله يتكون معي تمام حسيت ان هو لسه ما عملش معي لما معي اللي ستايم فبضيف نص معلقة من الدقيق تاني وببتدي امزج كويس جدا 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 بحاول خلاص حسيت ان الملون الحمد لله امتزج مع المكونات طالما امتزج مع المكونات فاللون مش هيطلع في ايدي تمام انا بتأكد بس ان الملون امتزج مع المكونات كويس ببتدي اعجن بايدي ليه باعجن بايدي عشان اشوف بس هل المكونات هتحتاج مني ان انا قضيف حاجة تانية ولا لا طول ما انا باعجن بايدي بحس ايه اللي نقص الاسلايم بتاعي يعني الاسلايم بتاعي طاري اوي بيلزق هضيف له الدقيق لكن ناشف هقوم ضيف له مية فطول ما انا باعجن بايدي بحس بالملمس الملمس عايز مني ايه ايه اللي نقصه ايه اللي زايده انا بحس بالملمس في ايدي هعرف هو نقصه ايه تمام طبعا انا عمل امزج كويس جدا 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 عشان اخلي المكونات تمتزج مع بعض كويس جدا ويصبح معي سلايم ناجح وفي نفس الوقت بمكونات سهلة بمكونات موجودة في كل بيت وفي نفس الوقت كمان بدون غيرة بدون سمغ بدون مص يعني بمكونات سهلة جدا مفيش اسهل من كده وطبعا وده من طلبات المشتركين عندي قالولي يا جماعة قالولي احنا مش عايزين وصفات معقدة احنا ما عندناش سمغة ما عندناش غيرة ما عندناش مص عايزين نعمل وصفة استايم نكحة في نفس الوقت تكون حلو دي بصراحة رائع وجربوها تعجبكو جدا 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 دفت اي دلوقتي دفت معلقة من الزيت معلقة صغيرة جدا من الزيت او نص معلقة تمام اي نوع الزيت اللي هضيفه اي نوع من الزيت اي نوع من الزيت انا ضفت زيت طعوم اللي هو زيت عباد اللي احنا بنقلي بيه ده ضفت معلقة صغيرة تمام انتو معندوكوش زيت طعام مثلا زيت دورة معندوكوش زيت عباد زيت دورة لو معندوكوش اصلا زيوت اكل ديف وزيت زاتون ديف له مثلا آآ زيت جزهند معلقة صغيرة من اي زيت من زيوت الشعر. يعني مش ضروري يعني تعقدوا نفسكوا بنوع زيت معين. اي نوع زيوت حاجة دهنية بس تدي اللمعة اللي انتوا شايفينها دي. تدي اللمعة اللي انتوا شايفينها دي. انا طبعا اه حبيت قوي في الوصفات اللي فاتت وصفات العيد حبيت ان انا اضيف لمسة جملية بالجليتر وفي ناس كتيرة جدا قالولي فعلا اللي بيبقى بالجليتر ده بيبقى طحفة. فانا طبعا عندي آآ جليتر متبقي باللون اللي الزرق. حبيت اضيف حوالي ربع معلقة من الجليتر بس يدي له لمسة جملية بمعنى اصاح يا خليه زي بتاع بره بالزبط. انا حبيت ان انا خلي الاسلام ده زي ما رحته حلوة. حبيت ان يكون شكله رائع. عندي طبعا اللي هو النجوم دي برضو. انا كنت جايبها من المكتبة برضو يا جماعة سعرها رخيص. باخد منها يعني نقطة صغيرة خالص. دي بتقعد معي سنة. يعني انا اخدت منها كمية صغيرة خالص. وحطتها على الوش بس تدي شكل الاسلام بتاعي وانا بلعب به تخليه شكله حلو. زي ما رحته حلوة. زي ما مطته رائعة. انا عايزة خلي شكله جامد جدا زي بتاع المحلات بالزبط. وفعلا نجحت بكده. فضيع يا جماعة. بصوا شكله جامد ازاي? انتو كمان مش متوقعين رحته عاملة ازاي? وهوريكم دلوقتي كمان مطته عاملة ازاي? عايزة افكركم ان احنا لسه مستمرين ان احنا بناخد وصفات المشتركين اللي لسه عنده وصفة من وصفات سلايم ياريت ينزل في التعلاقات دلوقتي يكتب وصفته وانا هنزلها في فيديو مجمع من وصفات المشتركين. وبرضو يا جماعة عايزة اقول لكم ان اي حد بيكتب لي تعليق حلو اه في القناة والتعليق حلو في الفيديو تحت. وكمان اللي بيشاير والبيدوس لايكات كتير. انا فعلا باخد اه تعليقه وبعمله شكرا خاص في الفيديو يعني انا النهاردة منزلة شكرا خاص لكل المشتركين عندي اللي كتابولي في الفيديو اللي اللي فات. التعليقات حلوة. وكمان احنا لسه مستمرين في اسئلة المشتركين في التحديات اللي احنا كنا عاملينها بين المشتركين الاسئلة اللي في على المعلومات العامة وعلى القرآن الكريم وعن الانبياء. آآ لسه هنزلها وهنزل كمان اجوبة المشتركين في اخر الفيديو. تعالوا بقى نجرب الاسلايم الجامد ونجرب مطته هل فعلا نجح معنا ولا لأ? فضيع انتو اكيد شايفين المنظر وشكله حلو ازاي ورائع ازاي وبيلمع. طفل يا جماعة? بجد ناعم جدا انتو مش متخيلين ناعم ازاي وحلو او ازاي. بس طبعا حاب افكركم ان اي سلايم بعمله بمكونات طبعية بتكون داخل المطبخ لازم يا جماعة احفظه في علبة وحطه في التلجة. عايز احتفظ بيه اطول فترة ممكنة لازم احطه في التلجة عشان اي وصف بمكونات طبعية سهلة جدا ان هي تتعرض للعفن. عشان هي بمكونات طبعية. فلازم عايز احتفظ بيها. هحتفظ بيها في علبة داخل التلجة. هتوض معي اسبوعين. عشان طبعا احنا في الصيف والجو حر. لكن لو في في الشتاء ممكن احتفظ بيها تلات ايام برا التلجة مش هيحصل لها حاجة. لكن طبعا احنا في الصيف ودرجة الحرارة عالية جدا والجو حر. فممكن تتعرض للعفن. ماشي? تعالوا بقى نشوف اه الشكر الخاصة اللي انا عملاها لمتابعيني. اول حاجة انس. وسكاري. وآآ جوا وصارة وتب كاتير وعزة وفريدة. وغلا واسراء. وعمار. ومايا. وآآ عبير. ويوسف. ونضال. وملك. وآآ ادهم. ومانو. ويوسف. ده سؤال انا كنت آآ سألاه. آآ ما هي ثانية غزوات الرسول? والاجابة الصح يا جماعة. غزوة بوط وهي ثانية الغزوات. تمام? الا عايز يسأل اي اسئلة ويخلي المتابعين او المشتركين معي في القناة يجاوبوا وهنزلوا بشكر خاص زي ما نزلته في اخر الفيديو ياريت ينزل في التعليقات تحت ويكتبوا. يلا باي باي.